متى؟ متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحاً للقادم الذي يطو السنين يحمل على أكتافه آلاماً ثقيلة أنا وأنت من جملة أسبابها الكوفة بانتظارك يا إمام وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور ولا صلاة إلا بطهور نحن نتوضأ ونصلي ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الواري يا سر الأسرار متى الإشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الأشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعطرة حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقة الرابعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني مراجع النجفي وكربلا مراجع حوزة الطوسي ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و و الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفار لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقر لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثر وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقر إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده تجهم وجه ولغ كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر إنه مقرف إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نفعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه ولغ كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر وماذا كهب مستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بغايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجا وماذا كهب مستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة وماذا كهب مستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بغايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر إنه لمام من سفاهات النواصبي وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثة هذا هو دينه إنه لمام من سفاهات النواصبي وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جول رواية علية الإسنات هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرض عن حديث الرسول وآل الرسول واستمهت بكل ما أهت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمهت بكل ما أهت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إننا نشكو إلى حضاراتكم يا حمير الأرض إننا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخير يا حمير الأرض إننا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخير صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ضيعونا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إننا نشكو إلى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الرابع من الحديث الذي بدأته في الحلقات الماضية فيما يرتبط بمسألة مهمة من مسائل الطلاق وصلت في الحلقة الماضية إلى الحديث عن الحاكم الشرعي الحقيقي والذي لا وجود له بيننا لا زال الحديث في نفس هذا الموضوع وإنما حدثتكم عن الحاكم الشرعي الحقيقي لأننا في زمان الغيبة يفترض في مثل هذه المسائل كمسألة الطلاق التي عارضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة أن يرجع بها إلى الحاكم الشرعي الحقيقي والذي لا وجود له بيننا المؤسسة الدينية الشعية التي تعتمد منهج الطوس هذه مؤسسة لا تنتج لنا حاكما شرعيا حقيقيا وإنما تنتج لنا فقهاء على المذاق الشافعي في فتاواهم وعلى المذاق الأشعري والمعتزلي في عقائدهم وهذا الكلام أشبعته كثيرا في برامج المختلفة قرأت عليكم ما جاء في الجزء الأول من الكهف الشريف من رواية عمر بن حنظل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين لنا مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعارف أحكامنا وعارف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم هذا المضمون حدثتكم عنه في الحلقة الماضية حتى وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في نهج البلاغة عن سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه حيث حدثنا أمير المؤمنين عن مجموعتين مجموعة تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ومجموعة ثانية اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم ما هو المائز الواضح بين هاتين المجموعتين مجموعة ويرمى بالتفسير في مسامعهم من هؤلاء يخرج الحاكم الشرعي الحقيقي الذي لا وجود له بيننا في واقعنا الشيعي من هذه المجموعة أما المجموعة الثانية وهي المجموعة التي نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم إنهم مراجع النشف وكربل إنهم آيات الله العظمى الذين يضحكون على الشيعة ويقولون لهم من أنهم نواب صاحب الزمان هاتان المجموعتان ما هو المائز الواضح بينهما المائز الواضح بينهما العلاقة المتينة والرابطة الأكيدة والمودة الشديدة في قلوبهم لإمام زمانهم المائز هو هذا ومن هنا فإن هؤلاء الذين يرمى بالتفسير في مسامعهم والرمي قطعا من قبل إمام زمانهم الحجة بن الحسن والذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إنما يسقون كؤوس الحكمة صباحا ومساء لماذا لأن قلوبهم متوهجة بالإخلاص لإمام زمانهم وهذا الإخلاص ينمو في قلوب قد أفعمت وقد ملئت بمحبة ومودة محمد وآل محمد بنحو بنحو عام ولإمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو الخاص المائز هو هذا المحبة الأكيدة المودة الشديدة هذا هذا هو المائز الذي يميز بين هاتين المجموعتين التي حدثنا عنهما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مجموعة تسقى بكؤوس الحكمة صباحا ومساء من قبل إمام زمانها ومجموعة ينظر الشيطان بأعينهم وينطق بألسنتهم من هنا فإن الرجلين الذين كتبا إلى إمامنا الهادي يسألان عن أي شيء يسألان عن من يأخذان معالم دينهما معالم الدين أولا العقائد وبعد ذلك تأتي بقية المطالب فالدين تتشخص معالمه بتفاصيل العقيدة والحديث هنا عن العقيدة السليمة هذان الرجلان وهما أخوان أقرأ عليكم من رجال الكشي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة أخوان اثنان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان عن أي شيء عما يأخذان معالم دينهما فكتب الإمام الهادي صلوات الله عليه جوابا على سؤالهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا 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 في دينكما على مسن في حبنا وفي بعض النسخ على متين في حبنا المعنى واحد وإنما هذا التعبير إذا كان هكذا على مسن في حبنا هذا تعبير كنائي فليس المطلوب في الرواية هنا من أن الذي تأخذ منه معالم الدين أن يكون قد بلغ ما بلغ من العمر حتى وصل إلى سن الشيخوخة هذا تعبير كنائي إذا كان النص هكذا النص الصحيح على متين في حبنا ولكن إذا كان النص هكذا على مسن في حبنا فالمراد أن عمره طال في حب أهل البيت فإذا طال عمره في حب أهل البيت فإن حب أهل البيت سيكون شديدا فإن مودتهم ستكون أكيدة في قلبه في قلب هذا المسن هناك نسخة أخرى على مستن في حبنا مستن في حبنا أي أنه غاد ورائح في حبه في غدوه وهواحه هو مرتبط بهم هذا هو المستن المستن الذي يسير في الطريق غاديا ورائحا المضمون واحد شدة الحب شدة المود هذه ميزة الذي يرجع إليه في معالم الدين وهي ميزة المجموعة التي تحدث عنها أمير المؤمنين من أن التفسير يرمى في مسامعهم يتميزون عن تلك المجموعة التي ينظر الشيطان بأعينهم وينطق بألسنتهم لماذا هناك ناطقان ناطق عن الله وهم الذين يأخذون عن محمد وآل محمد الناطق عن الله هو إمام زماننا وأما هؤلاء الذين يرمى بالتفسير في مسامعهم ينقلون عن الناطق عن الله وأما أولئك فهم ناطقون عن الشيطان بل إن الشيطان هو الذي ينطق بألسنتهم فاصمد في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالى إذن هي العلاقة الوثيقة المحبة الأكيد هذه الصفة التي تميز مجموعة ويرمى بالتفسير في مسامعهم زمان الغيبة نحن نتحدث عن زمان الغيبة الكبرى في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة الحديث عن قائم آل محمد في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظره في هذه الأجواء فإن خواصه هكذا يتعامل معهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح المائز هو هذا فاصمد فاصمد ما المراد من كلمة الإمام فاصمد حين نصمد فإننا نتجه بكلنا الصمد الجهة التي يصمد إليها يتوجه إليها تمام التوجه وتقصد وتقصد بكل ما للكلمة ما لكلمة القصد من معنى هذا هو الصمد الذي يصمد إليه الذي يقصد إليه فكل التوجه باتجاهه فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى ماذا قال إمام زماننا لابن المازيار لإبراهيم ابن المازيار أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 476 حين توفق ابن المازيار والتقى بإمام زماننا وحدثه إمام زماننا بحديث طويل ومما قاله له من أن الإمام الحسن العسكرية قال لصاحب الأمر ماذا قال له واعلم يتحدث مع ولده القائم واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها مثل ما تنزع قلوب الأطيار إلى أعشاشها إلى أكارها إلى أعشاشها عند نهاية النهار أعشاشها هناك رابطة متينة وعميقة فيما بين الطيور وأوكارها فعند نهاية النهار عند نهاية اليوم قبل أن يخيم الظلام فإن الطيور تأتي مسرعة بشوق وحنين إلى أوكارها التي غادرتها صباحا واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع 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 إليك هذا التعبير دقيق جدا نزع إليك إنما ينطلق السهم من القوس متى انطلاقة سريعة وشديدة حينما يبالغ الرامي في النزع يبالغ الرامي في النزع فهو يسحب وترى القوس إلى النزع إلى النهاية فقد بالغ في النزع لما بالغ في النزع فإن السهام نزع نزع باتجاه أهدافها باتجاه أغراضها باتجاه أغراضها وعلم وعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها إنها قلوب أهل الطاعة والإخلاص من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم إنهم أهل الطاعة والإخلاص إنهم الذين وصفهم إمامنا الهادي من كل متين في حبهم ومن كل كبير التقدم في أمرهم هؤلاء هم فقهاء العترة الطاهرة ومن هؤلاء يخرج الحكام الشرعيون الحقيقيون الذين لا وجود لهم بيننا إذا كان مراجع النجف هكذا يفكرون هذا الخوئ كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد صفحة 220 بعد أن أورد الرواية نفسها التي قرأتها عليكم من رجال الكشي عن إمامنا الهادي فاصمد في دينكما ضعف الرواية ولكنه علق عليها حتى لو كانت الرواية صحيحة هكذا يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا هو ضعفها ولكنه افترض هكذا حتى لو كانت صحيحة هي صحيحة هؤلاء شياطين الخوئ ومراجع حوزة النجف هؤلاء شياطين سفلة دمروا حديث أهل البيت الرواية واضحة صريحة تأتي منسجمة مع القرآن الكريم أئمتنا أمرونا أن نعرض الحديث على القرآن في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله هذه صفة لعامة المؤمنين فما بالكم بصفات مراجع الدين الذين يفترض فيهم أن يكون خاصة المؤمنين هذا منطق الشيطان هؤلاء هم الخوئ والسيستان ومحمد باقر الصدر الذين نظر الشيطان بأعينه ونطق بألسنته وإلى ماذا تقولون عن هذا المنطق الأئمة أمرون أن نعرض الأحاديث على القرآن هو ضعف سندها اعتمادا على منهج النواصب في تقييم الأساند عبر علم الرجال هذا منهج النواصب منهج العترة أن نعرض الأحاديث على القرآن الآية صريحة إنها الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله إنها في عامة المؤمنين فما بالكم بخاصة المؤمنين إمامنا الهادي هكذا قال لهذين الرجلين فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا هو لم يقيم الرواية عبر منهج أهل البيت عبر القرآن وإنما قيمها عبر الأسانيد بحسب منهج النواصب في تقييم الأحاديث ومع ذلك يقول حتى لو كانت صحيحة السنة فهي غير معمول بها قطعا لماذا يا أيها الخوئي للجزم من أين جئت بهذا الجزم منه شيطان قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام هذا كلام الخوئي أنا أقرأه من كتابي هذا مصداق من المصاديق الواضحة أن الشيطان نظر بأعينهم وأنه نطق بألسنتهم هؤلاء هم الشياطين هؤلاء هم الناطقون عن الشيطان هؤلاء ما هم نواب صاحب الزمان هؤلاء نواب إبليس هؤلاء شياطين من هنا جاءت الروايات في وصف عمائمهم في الكاف الشريف من أنها عمائم إبليس الروايات هكذا وصفت هذه العمائم التي يلبسها المراجع الآن لأنها عمائم العباسيين لا علاقة لها بعمائم محمد وآل محمد في الشكل وفي المضمون هذا هو منطق الشياطين أنا جئت بالخوئ لأن السيستان وغير السيستان السيستان لا قيمة له بالقياس إلى الخوئ السيستان هو عبارة عن خيط صغير في فردة من جوارب الخوئ الذي أعطى المرجعية للسيستان هم أطفال الخوئ شباب نزقون محمد تق الخوئ وعبد المجيد الخوئ هؤلاء هم الذين أعطوا المرجعية للسيستان تقولون غير ذلك أعطوني اسما واحدا نصب السيستان مرجعا غير أولاد الخوئ أعطوني اسما واحدا ما هو السيستان موجود أولاد السيستان موجودون والذين عاصروا بداية مرجعيته موجودون في النجف أعطوني اسما واحدا لن يستطيعوا لأن الحقيقة هي هذه أطفال الخوئ صبيان الخوئ شباب النزقون محمد تق الخوئ وعبد المجيد الخوئ هؤلاء هم الذين أعطوا المرجعية لسيستان ونصبوه مرجعا السيستان لا قيمة له على المستوى الحوزوي هو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوئ الخوئ هذا حاله ينظر الشيطان بعينه وينطق الشيطان بلسانه ما هذا كتابه أنا لا أقرأ من كتاب للوهابيين الرواية التي هي عن إمامنا الهادي والتي تطابق القرآن أنكرها ضعف سندها وفقا لمنهج النواصف ولم يعمل بمنهج العترة في عرض الأحاديث على القرآن هذا عمل شيطاني أو لا فهل أن صاحب الزمان ينصب هؤلاء الشياطين حججا من قبله ما هذا الأمر موجود في تفسيره للقرآن وهذا الأمر موجود في سائر فتاوى وهذا الأمر موجود في عقائده وهذا الأمر موجود في كل دروسه وفي كل أبحاثه وفي كل شؤون مرجعيته الشيطان هو الحاضر على طول الخط في قضية مهمة كهذه القضية كبيان أوصاف ومؤهلات قادة الشيعة في دينهم وهم المراجع هكذا يتحدث الخوئ هذا حديث الشيطان هكذا ينطق الشيطان بألسنتهم بألسنة مراجع النجف وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئ هذا الكلام عند السستان أيضا هذا كتاب السستان الاجتهاد والتقليد والاحتياط صفحة أربعمية وخمسة وسبع هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير الفين وعشرين الفين وعشرين ميلاد صفحة أربعمية وخمسة وسبع الكلام هو هو الذي ذكره الخوئ وذكر الرواية نفسها وضعفها مثلما ضعفها الخوئ باستعمال أسلوب النواصب باستعمال الأسانيد لم يعرض الرواية على القرآن بحسب أسلوب العترة الطاهرة والكلام هو القضية ليست خاصة بالخوئ والسستان إنه منهج حوزة الطوس هذا المنهج هو المنهج الحاكم في حوزة النجف وكربلاء منذ أن أسسه الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف هؤلاء هم الذين نظر الشيطان بأعينهم ونطق الشيطان بألسنتهم هذا الخوئ نفسه في الكتاب نفسه حينما يتحدث عن أصول الإجتهاد عن أصول الاستنباط عن مبادئ الإجتهاد فماذا يقول في الكتاب نفسه صفحة 25 والعمدة فيما يتوقف عليه الإجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال هذا الكلام يتناقض بالمطلاق مع الذي تحدث عنه إمامنا الصادق قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ولا بد أن يكون محدثا مفهما أين هذا المنطق من هذا المنطق هذا منطق الشيطان من هنا أقول لكم دائما هؤلاء نواب الشيطان ما هم بنواب صاحب الزمان أنتم تضحكون على أنفسكم أيها الشيعة وتقولون من أن هؤلاء نواب صاحب الزمان هؤلاء نواب الشيطان هذا هو منهجهم وهذا هو منهج الجميع منهج الأموات منهج الأحياء ومنهج القادم هذا هو منهج حوزة الطوس والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها من دون الأدب والبلاغة والفصاحة علمان أحدهما علم الأصول وهو علم النهصبي علم الأصول في حوزة النجف من أين جاءوا به جاءوا به من الشافعي والغزالي والغزالي من أئمة الشافعية والفخر الرازي مصادر علم الأصول في حوزة النجف هي هذه الشافعي والغزالي والفخر الرازي ومن على شاكلته هذه هي المصادر الأصلية لعلم الأصول في حوزة النجف أما علم الرجال فهو علم ناصبي صرف هذا هو منهج حوزة النجف في الفقاهة والاجتهاد أنا أقرأ من كتاب الخوئي والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال أين تضعون هذا من البيانات التي قدمتها لكم في الحلقة الماضية قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وماذا بعد وأن يكون محدثا مفهما وإلا فإن الإمام الصادق لا يعده فقيها وأن يرمى بالتفسير في مسامعه وأن يغبق كأس الحكمة بعد الصبوح هذا منطق العترة الطاهرة هذا منطق صاحب الزمان هذه مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي أما الحاكم الشيطاني فهذه مواصفاته هذا المنهج هو الذي قاد الخوئي أن قال ما قال من أنه لا يشترط في مرجع التخليل أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد هذا المنهج الشيطاني المنهج الرحمن هو الذي جعل الإمام الهادي يكتب في رسالة الرجلين الذين سأل عما يأخذان معالم دينهما فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى وهو الذي جعل الإمام الحسن العسكرية يقول لولده القائم واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها واضحة القضية واضحة واضحة جدا هذا منهج العترة وهذا منهج الشيطان هما ناطقان ناطق ينطق عن الله محمد وآل محمد وناطق ينطق عن الشيطان حوزة الطوس مراجع النجف وكربلا أتحدث عن الناطقين في واقعنا الشيعي في واقعنا الشيعي هناك ناطقان ناطق عن الله محمد وآل محمد هذا منهجه وهذه مواصفاته مواصفات الذين ينقلون عنهم وناطق عن الشيطان هؤلائهم هذا هو الخوئ وهذا هو السستان وهكذا البقية هل تقولون من أن منطق الخوئ هذا منطق الرحمن وهو يخالف منهج العترة بالمطلق بالمطلق تضحكون على أنفسكم وتبحثون عن مبررات تلك مشكلتكم مثل ما قلت لكم ومثل ما يظهر في بداية كل حلقة من أننا في هذا البرنامج وأتحدث عن نفسي من أنني سأحاول أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أستطيع ومن هنا من هنا فإنني أستعمل الألفاظ السوقية لأنني أريد أن أصف هؤلاء كما هم علي وإن كانت الألفاظ السوقية تشكل مديحا بالنسبة لهؤلاء السفلة من مراجع حوزة الطوس هذا منهجهم منهج الشيطان فماذا سينتج لنا ينتج لنا مراجع شيطانيين لا يشترط فيهم أن يكونوا شديد الحب للعترة الطاهرة فكيف صاروا نوابا لصاحب الزمان وهم لا يحبونه شديد الحب وهم ليسوا على ثبات تام في معرفته كيف أصبح نوابا لصاحب الزمان ما أنا أقول لكم دائما أنتم مسخرة يا أيها الشيعة أنتم مسخرة أتحفوهم أتحفوهم أتحفو شيعة المراجع والذين يتابعون هذا البرنامج أتحفوهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني ما ش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قل يلي مستعجب مش درحب وين تركب يعني قلاغة أغمي شنو كما تجيب قلاغا أغمي شنو يتبغل أغمي كان حالة أسوان فقوش ديخ عربي فقوش والنص عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وزاي ديخ ومش إجمال لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا هذا الخوئي نفسه بمنهجه الشيطاني هذا حينما يوجه إليه هذا السؤال أنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكتاب الذي عنوانه صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذه فتاوى الخوئي أسئلة وجهت إليه وأجاب عليها هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة إنها الطبعة الأولى 1431 هجر قمري قم المقدسة صفحة 471 رقم السؤال 1617 هذا الخوئي نائب صاحب الزمان وأتباعه تلامذته يقولون عن من أنه أعلم علماء الشيعة طيلة عصر الغيبة الكبرى هم يقولون هذا السائل من مقلدي الخوئي يسأل الخوئي إلى من يرجع الضمير في كلمتي علينا عليكم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التشهود هذا من مقلدي الخوئي يسأل الخوئي عن معاني صلاته ألا يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون عارفا بمعاني الصلاة لكن المرجع الأثول لا يعرف الجواب هكذا أجابه الخوئي هكذا أجاب من أن هذا الضمير يعود إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعود إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم هم لا يسلمون على أهل البيت في تسليم الصلاة ويعتون نا بصيغة السلام الشافعي عندنا صيغ موجودة فيها السلام على أهل البيت لكن هم يختارون لشيعة صيغة السلام الشافعي من دون السلام على أهل البيت وهنا يشرح له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول إن المصلي يوجه سلامه إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم واحتمل في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتمل في الأخير أنت تصلي يعني أن الخوء لا يعرف معاني الصلاة التي يصليها واحتمل في الأخير هل هي لعبة لك من صلاتك ما أقبلت عليه فهل لك من صلاتك ما أقبلت عليه على سبيل الاحتمالات وتلومون حينما أقول ما هذا الضراط هذا ضراط هذا ضراط كان يفترض أن يخرج من أسفل الخوء فأخرجه من أعلى وهذا هو شأن وديدن مراجع حوزة الطوس ما يفترض أن يخرجوه من أسافلهم يخرجونه من أفواههم هذه هي الحقيقة من الآخر أنا أقرأ من كتبه إذا كان المرجع لا يعرف صلاته فكيف صار نائبا لصاحب الزمان لماذا هو لا يعرف صلاته لأن المنهج الذي هو عليه منهج شيطاني المنهج الشيطاني يجعلهم في حالة حيرة وفي حالة تيه وهذا هو واقعهم أنتم تتصورون أن مراجع النجفي وكربلاء على وضوح في الرؤية أبدان أنتم أنتم عوام الشيعة الرؤية عندكم أوضح هذا الكلام الذي أقوله لكم كلام دقيق لماذا الرؤية عندكم أوضح لا أقول أن الرؤية عندكم صحيحة أقول أنتم تتصورون أنفسكم أنكم تمتلكون رؤية أوضح لماذا لأنكم تعتقدون بصدق أن مراجع النجفي وكربلاء هم علماء وهم يفقهون في الدين وهم يمثلون العترة الطاهرة ومن أن العلم الذي عندهم هو من محمد وآل محمد وكل ذلك ليس صحيحا هؤلاء شياطين والعلم الذي عندهم علم ناصبي قذر وهذا الأمر أثبته لكم بالوثائق والحقائق والدقائق عبر مئات ومئات من الساعات إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة فعودوا إلى تلك البرامج ودققوا في الأدلة والوثائق وعودوا إلى المصادر ستجدون كلامي صحيحا ودقيقا بدرجة مئة بالمئة وهذا الذي أنا بصدده هو جزء من هذا الموضوع هذا المرجع لا يمتلك صورة واضحة حتى حتى جوابه إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم واحتمل في الأخير إلى ملائكة الله تعالى لماذا لم تحتمل أن السلام إلى إمام زماننا لأنه هو الذي تعرض عليه الأعمال لا تعرض الأعمال على الملائكة الملائكة يسجلون الأعمال الجهة التي تعرض عليها الأعمال إمام زماننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آخر الصلاة هو سلام على إمام زماننا لأن صلاة تعرض عليه واحتمل في الأخير إلى ملائكة الله تعالى المهم إلى أي جهة لكنها لا تكون إلى محمد وآل محمد والشيعة يفرحون بهذا المهم أن المعاني لا ترتبط بإمام زماننا فلتذهب إلى أي جهة هذا هو منهج حوزة النجف وعلى طول الخاط حينما يفسرون التقوى من التقوى التقوى الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات إنه الورع بحسب هذا الوصف هم يفرحون المراجع والشيعة كذلك لكن حين أقول من أن التقوى هي ولاية إمام زماننا لأننا لا نتق النار بأعمالنا وإنما نتق النار بولايتنا لإمام زماننا بمعرفتنا بإمام زماننا سيشفلون من هذا الكلام وهكذا على طول الخاط في كل صغيرة وكبيرة لماذا لأن المنهج الذي هم عليه منهج شيطاني لا علاقة له بمحمد وآل محمد فكيف ينتج لنا حكاما شرعيين حقيقيين ينتج لنا مجموعة من السفلة ومجموعة من أعداء إمام زماننا هذا هو الذي يجري على أرض الواقع نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واخت عن مقرن قال سمحت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على صراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفنا ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سوا من اعتصم الناس به ولا سوا حيث ذهب الناس إلى عيون كذرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صفية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه لسعدنا الخفاف مبينا له هذا القانون من رواية طويلة أقرأها عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه طبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 591 من حديث سعد الخفاف عن إمامنا الباقر يقول له هكذا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا طبقوا هذه الكلمات على هؤلاء المراجع فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا لماذا هم على هذا الحال لأنهم على منهج الشيطان الشيطان هو الذي يعبث بهم وهم يعبثون بدين الشيعة الشيطان جعلهم نوابا له فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم وإلا فإن المنطق الذي حدثتكم عنه مما جاء في كتب الخوء منطق شيطاني صرف إن كان فيما تحدث به عن أسس الاجتهاد والفقاه أو ما كان قد تحدث به عن شرائط مرجع التقليد من أنه لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم هذه كلماته هذه كلماته بالنص أنا أذكرها لكم من كتابه إلى جوابه المخزي هو لا يعرف معاني صلاته يجيب السائل من مقلديه على سبيل الاحتمال لماذا لم يحتمل صاحب الزمان لماذا ألقى بالسلام على الملائكة لو كان نائب صاحب الزمان حقيقة ويعيش هذا الهاجس في داخله ولو كان يعتقد من أن الأعمال مثل ما جاء في أحاديثهم تعرض على إمام زماننا القرآن يصدق هذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لو كان يفقه القرآن بحسب تفسيرهم وتأويلهم لو كان يعتقد بأحاديثهم ورواياتهم التي أخبرتنا من أن الأعمال تعرض على إمام زماننا لو كان يعيش في نفسه وفي داخله من أنه نائب لصاحب الزمان فحينما يجيب ألا يجيب من أن السلام هذا لإمام زماننا لكن كل هذا ليس موجودا لا في عقله ولا في قلبه الشيطان يهيمن عليهم هؤلاء أكل الشيطان عقوله هؤلاء لا بصيرة له أنا أتحدث عن الطوس ومن جاء من بعده إلى يومنا هذا أخذت الخوء مثالا لأن أتباعه يقولون عن هو أعلم علماء الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى ولأن المراجع الموجودين الآن هم تلامذته على نفس المنهجي تخرجوا من نفس هذه المدرسة الشيطانية فهذا الذي ذكرته لكم هذا من منطق الرحمن أم من منطق الشيطان ما هذا هو دينكم الذي تدينون به تتصورون أنكم لا تقلدون الخوء مثلا الآن تقلدون أسستاني أو تقلدون فقها آخر ما هم كلهم يأكلون ويشربون من نفس هذه العيون الكدرة القذرة وكلهم على هذا المنهج الشيطاني الضال على منهج الخوئي الذي هو منهج الطوس أساسا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا أتباع السستاني الآن حينما يجدون في السستاني أنه نائب صاحب الزمان وأنه حاكم شرعي ولذا في مسائل الطلاق وغيرها يعودون إليه لو سألتهم على أي أساس السستاني هو نائب صاحب الزمان وهو الحاكم الشرعي مباشرة سيذكرون لك ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة ويستدلون بهذا التوقيع الشريف من أن الإمامة نصب رواة الحديث حجة على الشيعة أساسا هل أن السستانية راوية حديث متى روا لكم الحديث متى استمعتم إلى السستاني وقد حدثكم بحديث أهل البيت متى وبغض النظر عن هذا السستاني هو لا يؤمن بهذا الحديث فكيف تؤسسون نيابته لصاحب الزمان وتؤسسون مرجعيته باسم أهل البيت على أساس هذا التوقيع السستاني يرفض هذا التوقيع هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط صفحة أربعة وثمان فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به فهو ضعيف عنده سندا ومتنا لا يقبله جملة وتفصيلا الشياطين من أتباعه من وكلائه يضحكون عليكم يقولون لكم من أن السستاني حاكم شرعي بدليل هذا التوقيع هو يرفض التوقيع هذا كلامه صفحة أربعة وثمانية أنا لا أضحك عليكم صدقوني هؤلاء أتحدث عن السستانيين وعن حوزة النجف وكربلاء لو أنهم يجدون حرفا واحدا في كلامي ليس صحيحا يردون عليه في بعض الأحيان هم يقعون في خطأ في اشتباه فيتصورونني أنني كنت مخطئا هذا لا يعني أنني لا أخطئ أنا خطأي أكثر من صوابي أنا واحد منكم لكنني أتحدث عن برامج في التلفزيون أتحدث عن بعض المطالب العلمية التي أطرحها ومع ذلك فأنا أخطئ وأشتبه وأنسى وتهيمن علي الغفلة كبقية الناس لكنهم لا يجدون في كلامي ما يستطيعون أن ينكروه لأنني أنقل من كتبه أنقل بالوثائق والحقائق في بحض الأحيان يتصورون أنني قد أخطأت فيملؤون الإنترنت بكلامي هذا وهم مشتبهون وسأضرب لكم مثالا سأضرب لكم مثالا في يوم غد إن أكملت حديثي وإنما أضربه مثالا لأنني أريد الإجابة على العديد من الأسئلة التي وردت بهذا الخصوص فيما يرتبط بزيارة الصديقة الكبرى هل نقرأ صدقناك أو صدقناك فأنا أقرأ صدقناك وسأثبت لكم من أن قراءة أهل البيت صدقناك وليس صدقناك هذه قراءة الأخبياء صدقناك قراءة الذين لا يفقهون حديث العترة الطاهرة هم تصوروا أنهم وجدوا شيئا فأنتجوا الفيديوات ونشروها على الشبكة العنكبوتية أنا لست مهتما لذلك ولكن كثيرين وجهوا لي الأسئلة بخصوص هذه القراءة فهل القراءة الصحيحة في زيارة الصديقة الكبرى صدقناك أو صدقناك أنا أقول لكم إنها صدقناك هذه قراءة العترة أما صدقناك فهذه قراءة الأغبياء وسأبين لكم ذلك في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إن أكملت حديثي في الموضوع الذي بين يدي في هذه الحلقة أنا أقرأ من كتب السيستاني وهم يضحكون عليكم السيستاني يرفض توقيع إسحاق بن يعقوب فيما يرتبط بالحوادث الواقعة ومن أن صاحب الزمان جعل رواة الحديث حجة على الشيعة زمان غيبته وهو حجة الله عليهم على أولئك الرواة بغض النظر أن السيستاني من رواة الحديث لا يمكن أن يصدق هذا الوصف على السيستاني وعلى ساحر المراجع متى روو الحديث رواية الحديث الكلام متى روو الحديث حدثتكم عن رواية الحديث في حلقة يوم أمس يمكنكم أن تراجعوها مع ذلك وكلاؤه تلامذته أتباعه يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن نيابة السيستاني لصاحب الزمان الذي يدل عليها هو هذا التوقيع هو أساسا يرفض التوقيع فكيف ثبتت نيابته لصاحب الزمان وفقا لهذا التوقيع وهو يرفضه سندا ومتنا فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به متنا هذا كلام ويضحكون عليكم أيضا في قضية التقليد في الرواية التي وردت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا إلى آخر ما جاء في الرواية فللعوام أن يقلدوا الرواية مصدرها هذا لا أجد وقتا لقراءة كل شيء هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري الرواية وردت هنا هذه الرواية يستدلون بها على قضية تقليد السيستاني هو يرفضها يرفض الرواية صفحة 429 إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها يتحدث عن الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري وليس لها من مصدر آخر قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري رواية مفصلة وهي منقولة في الاحتجاج أيضا في كتاب الاحتجاج للطبرسي وفيها أمور ومطالب منها فإن الله قد ذم عوامنا إلى آخره الحديث عن التقليد وعن عوام اليهود وعوام الشيعة وعن مراجع اليهود ومراجع الشيعة إلى أن يصل الكلام فأما من كان من الفقه بالمواصفات التي ذكرت فللعوام أن يقلد هذه الرواية هو يرفضها لا يعتقد بها هكذا يقول عنها إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها هي ضعيفة من جهة السند ومن جهة المتن هم يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن مرجعية السستان هذه أدلتها وهو يرفضها هذا منطق الرحمن أو منطق شيطاني أنتم ماذا تقولون ما هذا الكلام يقولونه لكم على المنابر وعبر الفضائيات وفي الدروس الحوزوية السستان نفسه ينكر هذه الأحاديث السستان لا يبقي شيئا من أحاديث أهل البيت منهج شيطاني قذر ينكر كل الأحاديث لا يبقي شيئا من أحاديث أهل البيت الأئمة يقولون اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا بقدر ما يحسنون وهذا لا يترك شيئا من الحديث إلا وضعفه وأنكره هذا منهج شيطاني أم هو منهج الرحمن ماذا تقولون أنتم ما كل المراجع هكذا أنا جئت بالخوء مثالا لأنهم يقولون عنه هو أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى وجئت بالسيستاني مثالا لأنه المرجع الأعلى في وقتنا الراهن وهو امتداد للخوء قلت لكم السيستاني لا قيمة له حوزويا إذا أردنا أن نقيسه بالخوء هو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوء والذي أسس له مرجعيته هم صبيان الخوء أطفال الخوء أولاد الخوء شباب النزقون حم التقي وعبد المجيد هذه هي الحقيقة من الآخر تريدون أن تعرف التفاصيل الكاملة عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كل هذا بالوثائق والحقائق والتفاصيل والدقائق نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليك فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباب وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا أسألكم حين اختلأ السستاني بعامر موسى هذه الحكاية حكيتها لكم وبتفاصيلها لكنني آتي بها هنا على سبيل المثال حينما اختلأ بعامر موسى وهو الذي طلب الخلوة معه وماذا قال له وبإصرار وبتكرار مثل ما يذكر عمر موسى في مذكراته في كتابه في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية سنوات الجامعة العربية لعمر موسى وقد جئت بالكتاب وقرأته عليكم في الحلقات الماضية من هذا البرنامج حينما اختلأ به وطلب منه قائلا لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وإنما خذوه إليكم خذوا العراق والقوا به في أحضان العرب هذا الأمر يمثل مراد صاحب الزمان أم أنه يمثل مراد الشيطان هؤلاء هم الذين نطق الشيطان بأنسنته والقضية هكذا على طول الخاط العراق عاصمة صاحب الزمان حينما يعبث به السيستان بهذه الطريقة فهل هو نائب صاحب الزمان رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمر موسى عن هذه الواقعة في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية طيب في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة تمام مكتوبة في الكتاب عايش أسمحها يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ناس كلمتي هذا الكلام ينسجم مع المشروع المهدوي أنتم ماذا تقولون أنتم 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 شيعة تنتظرون إمام زمانكم أو لا هذا المنطق ينسجم مع المشروع المهدوي ينسجم مع الانتظار ينسجم مع التمهيد ماذا تقولون أنتم وفعلا عمر موسى وجدها فرصة سانحة وأخبر الحكام العرب وأخذوا العراق إلى أحضان السعودية ما تشاهدونه اليوم هو نتاج هذا المخطط الشيطاني السيستاني هذا الكلام الذي دار فيما بين السيستاني وعمر موسى بالضبط كان في يوم السبت 22 عشرة 2005 وإلى هذا التأريخ كانت السعودية بعيدة عن العراق لا تتدخل بشكل مباشر لأن الأمريكان قد منعوهم ولكن منذ 2006 بعد هذا الاتفاق الشيطاني السيستاني بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه رجاء أعرضوا لنا التقرير الإخبارية الذي بث في هذه الأيام عبر القناة العراقية الإخبارية الرسمية حزمة اتفاقات تجارية وتنموية يوقعها الوفد العراقي في الرياض الأمين العام لمجلس الوزراء أكد سعي العراق الجاد وبخطوات عملية إلى تحويل هذه البروتوكولات الموقعة إلى فعل على الأرض ما يعود بالنتيجة بالنفح الإيجابي على الجانبين العراقي والسعودي الحكومة عازمة على تجاوز كثير من المعرقلات أنا شخصيا كمنسق وطني بالتنسيق مع الأخوة الجانب السعودي تجاوزنا كثير من المشاكل حقبة جديدة بالتبادل التجاري العامل الرئيس هو المنفذ الرئيسي للتبادل هو المنفذ البري بين العراق والسعودية وهو منفذ عرار وهناك منافذ أخرى سيتم افتتاحها أيضا السعودية تؤكد رغبتها الحقيقية في العمل بمجالات الزراعة والصناعة والطاقة بفرص متكافئة من خلال إنشاء مركز بيانات مشترك للفرص المتاحة مطالبة العراق تقليل الروتين والبيروقراطية وتسهيل إجراءات دخول البضائع السعودية والسعي لفتح منافذ جديدة عدودية دعم الكبير من قيادتي البلدين لتطوير وتنمية هذه العلاقة الاقتصادية التجارية الاستثمارية هناك رغبة أكيدة بين القطاعين الخاص في البلدين اليوم الفرص الهائلة الموجودة اليوم في جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنها مصلحة مشتركة للبلدين هناك نية صادقة في التعاون وهذا أهم شيء هناك رغبة حقيقية من دخول السعودية كمستثمرين وليس كأسواق سعودية تدخل أسواق السعودية ولكن دخول السعودين في هذا الاستثمارات شيء مهم بالنسبة لنا نحن بمسل حاجة أن تدخناها كأسواق ومستثمرين ورجال أعمال ممكن أن يستمروا في هذا العراق العراق وعلى لسان الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد إزالة كافة المعوقات التي تحول دون رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين الجارين السعودية تؤكد المضي باتفاقات ستراتيجية برغبة حقيقية وإرادة فاعلة ما يؤسس له مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية وعلى كافة الصعود من العاصمة السعودية الرياض زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية أنا لا شأن لي بالأمور السياسية والاقتصادية حديثي في الجانب العقائدي إنما عرضت هذا التقرير كي أبين لكم من أن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات نحن لا نعرف أسرارها ولا نعرف ماذا يجري في كواليسها ولا شأن لي بها لكنني سأعرض لكم فيديو بث على القناة الإخبارية السعودية يتحدث فيه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي يقول من أن محمد بن سلمان عينه هزيرا في الحكومة العراقية محمد بن سلمان يعين ماجد القصبي وزيرا في الحكومة العراقية رجاء اعرضوا لنا الفيديو وختاما أحب أن أكد لكم عندما شرفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة هذا المجلس وجهني بأن أكون وزيرا في الحكومة العراقية وأن يكون تقييم أدائي بيد دولة رئيس وزراء الحكومة العراقية والهدف هو أن العراق والمملكة العربية السعودية عينين في رأس عفى الله عما سلف علاقة اليوم كل الممكنات الموجودة لتمية هذا العلاقة في أحسن فرصا في تحديات في مشاكل وحن نقول المشاكل من صنع البشر والحلول من صنع البشر فأرجو أن تعتبروني يا دكتور نواف ويأخ محمد عوضوا معكم في المجالس وإن شاء الله نضع خطة عمل لهذه الأمور والله يمفع بالجهود والشكر أخير لكم والكل من حضر وتعنى والله يحييكم مرة أخرى بين أهلكم وإخوانكم وشكرا جزيلا بشرى سارا للشيعة فإن السعودية قد عفت عن العراقيين عفى الله عما سلف من الذي يعفو عن من هذا هو نتاج المخطط السيستاني السيستاني الشيطاني تلك المقدمات وهذه النتائج ما علاقة محمد بن سلمان أن يعين وزيرا سعوديا كي يكون وزيرا في الحكومة العراقية أنا لا شأن لي بالأوضاع السياسية وبالأوضاع الاقتصادية لكنني أقول لكم هذه مرجعية السيستاني مثلما تعبث بالأوضاع السياسية والاقتصادية هي تعبث بدينكم أنا أتحدث عن العقيدة والدين هذا الذي وصلنا إليه من هذه النتائج بسبب تلك المقدمات إنه برنامج شيطاني من الطراز الأول النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها أنا أسألكم أقول العراقيين السرابيت والهتلية عندنا قليلين نحن نقدر نصدر سرابيت وهتلية لكل دول العالم ما شاء الله أتباع المرجعية السيستانية كلهم سرابيت وهتلية والأحزاب الشيعية كلها سرابيت وهتلية نقدر نصدر من داخل الجو الشيعي سرابيت وهتلية لكل دول العالم فشنو محتاجين يجيبونا سرابيت وهتلية من السعودية إحنا اللي عندنا قليل الموجود عندنا شو تقولون أنتم مثلما يضحكون عليكم في دنياكم يضحكون عليكم في دينكم هم في البداية ضحكوا عليكم في دينكم وهذا جر إلى أن ضحكوا عليكم في دنياكم هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن ماذا تقولون أنتم زين ذول المفروض أني أتكلم معهم بأدب عالي أو أنني أصفهم بالأوصاف السوقية التي هي في الحقيقة مديح لهم بالقياس إلى قبحهم وسوء أحوالهم ماذا تقولون أنتم مثلما قلت لكم أنا لا شأن لي بالبرامج السياسية والاقتصادية حديثي هنا عن الجانب العقائدي الذي أعرفه من خلال خبرة طويلة في حديث أهل البيت من أن أشد الناس عداء للإمام الحجة حين ظهوره وحتى قبل ظهوره من أن أشد الناس عداء هم مراجع النجف وكربلاء و لذلك سيخرجون إلى قتاله و من هنا فإن شيعة العراقي مهيأون لحرب صاحب الزمان لأنهم لأنهم سيتبعون فتاوى مراجعهم في النجف وكربلاء و كذلك شيعة السعودية فإنهم على حاشية شيعة العراق هم أتباع مرجعية النجف وكربلاء من هنا فإننا لا نجد في الروايات و الأحاديث أي دور لشيعة السعودية في نصرة الإمام الحجة مع أن البرنامج المهدوية يبدأ في أرضه لا تقول من أنه في رواية هناك ذكر لشخص أو شخصين أو لبعض الأشخاص يأتون من مكة أو من المدينة أنا لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن شعب عن أمة عن الأمة الشيعية في السعودية ليس لها من ذكر في نصرة صاحب الزمان لماذا لأنهم أتباع مراجع النجف مثل ما الحال في شيعة العراق فإن شيعة العراق سيبايعون السفياني و سيحاربون صاحب الزمان اتباعاً لأوامر مراجع النجف و كربلا هذا هو الذي يجري الآن شيعة العراق سيحاربون صاحب الزمان و أشد الناس عداءاً بعد شيعة العراق عرب السعودية العرب و بالدرجة الأولى عرب السعودية و هابية السعودية سنة السعودية هم أشد الناس عداءاً لصاحب الزمان بعد شيعة العراق و التفاصيل مذكورة في رواياتنا أشد الناس عداءاً برنامج برنامج الشيطاني برنامج إبليس الشيعة يهيئون لحرب إمام زمانهم و العراق يلقى به في أحضان عقب السعودية الذين هم أشد الناس عداءاً للمشروع المهدوي هذه هي الحقيقة من الآخر الروايات هكذا تقول ما أنا الذي أقول من الذي طبق البرنامج الشيطاني هذا و من الذي بدأ به و من الذي فتح بابه عامر موسى ما كان يجرؤ أن يقول هذا الكلام و ما كان يجرؤ أن يتحرك في هذا الاتجاه لولا أن السستاني في مركز الشيطان في بيته الذي هو بيت الشيطان في زقاقه الذي هو زقاق الشيطان أن اتفق مع عمر موسى على البرنامج الشيطاني هذا بعد هذا تقولون عن هؤلاء من أنهم حكام شرعيون حقيقيون هؤلاء حكام شيطانيون و من الآخر هذه الحقائق أين تذهبون بها أين تضعونها نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني و السفياني و المنادي ينادي من السماء و خسف بالبيداء و قتل نفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد و بين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم و خروجه في رجل عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث و عشرين مضينا من شهر رمضان رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم اثمانية و عشرين من الحلقة سبعة من برنامج بصراحة وهي وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري إنه المرجع الشيعي المعاصر حيث يتحدث وبشكل قاطع عبر قناة الكوثر الفضائية من أن أحاديث أهل البيت والتي يعبر عنها بالموروث الشيعي من أنها إسرائيلية مجوسية كما يقول هو رجاء اعرض لنا الوثيقة أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية أنا أسألكم هذا المنطق منطق الرحمن أو منطق شيطاني إمام زماننا يرجع الشيعة إلى رواة الحديث فرواة الحديث يروون هذه الأحاديث التي يتحدث عنها حثاء الأحماق ماذا تقولون أنتم رجاء أعيد بث الوثيقة أعيد أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية يفترض في شخص كهذا من أنه قد قضى عمره في التحقيق في هذه المسألة ولكنه كشف الحقيقة لخواصه وتلاميذه رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم خمسة وعشرين من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة إنها وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري ما أدري هذا موقع والله لا أذكر بأي شدر والله من يوم اللي طلعت عن الكوزة وقلت أنه موروث الروائي يهودي نظراني قال لا شنة مخططة لا شنة تهادة لا شنة جائلة وكأنه في ذاك الموقع موحد قال لي تاها الجملة قوله أنا مجلد يعني قبل ما أكو والله لا كاتب عجبت نروح من من نزلت عجبت عجبت القطير قال لي هل 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 نزلت من الدراج فهو من أنزل مولانا يقع كاملا لم يسمعني كاملا هو يقع جوه ويتمعوه عربيتهم وبعدها مقامرات البيتية والصلاحات فنزلت بالدراج ما قال لانا أصب للوصف قال لي هل يوم شنو قلت أستت قلت قال والله ولا قلت أستت قال ها جلت قال والله ما أجل في وقتها تجدت جلت فيه وقلت فيه هذه الظاهرة مو أواحي ما أجري أعوذ بالله ما أجري أن أهدر حال لله عد علماء النارزة يقول بابا هذا مريض يأجب لك أخو متده تسألني عن شيئين أقول لا أعلم أنا أقول محب العلم أنا جا أجاوك أقول ما هذا حق المحن عشر لا ما أجري أقول الظاهر يقول عن شيئين يقول بايني ما بايني أما أنه يحتمالا بأكد شيء آخر عين ذال الله ولا أعلم ما نعبت مهم أو أنه إلهية أو أنه شيء تانيش ولهذا ما أتفكر يوم واحد يقول لي يقول لي فاليوم ما أتفكر على الله فالواحد هو يبكي يقول لي ما تخطر على ذلك إلهي ليه شيء تسوك يقول لي مصدق الله يهد والله ما أدخل فيه حالة من ألفها عشانه يقول كلم أقول لي هو عدم هو عدم ولا معتقدم بالجر وأنه يتكلم ما هو عدم نظرية ولكن هذا ما هو عدم الوحيد المدودة السخصية الذي هو المتكلم فعلا 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 وهو ورائد هذه الأشياء لا الكل مثلا في التصور العام أنه سيد الحجري كان معد لهذا الأمر وحقا يعني هذا الكل مو هناك أقول هو من الحجري أحسين أنا أنا ما معد له هذا هذا ما نتجارته ويعني نقول أنه من سوق العدل كنا نقول هنا بيننا بعض الأقول أن أحيانا بعض النظرية الصبع أحسن تتويها ويطرحها أحسن أبدا وايهم لا كاتبين بعض الأحيان أقول لهم هذا مجرد بعض الأحيان من أقل هذا المتحسن هذا المتحسن هذا المتحسن هذا المتحسن يقول بابا هذا لا شخص ما اجيب حكرة اما تضطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق الهي لابد اتدهوهن تضيها الفد واحد بيني وبين الله كراءات ذاك الطرف يقول بابا هالسلو توفيق هالي يحش عالد لا رأي لو لا سمع الله مع حالة خلوط هل يمكن ان تكون هذا يجب انا اطلع من اطلع اقول سيدة برسوة ما عندك شغوها اليوم حتش يتلعك شاي انت ويا نبتها يقولين اقول علي شنو حتش يتلعك شو التوبين ولكن صلعت وراحت خلطت الكلام فيه كذا ما دونك لم تتكلم وعندما تتكلم انت اصدر شنو هذه الامور العقائدية الخطيرة هكذا تصل اليكم وهذا هو برنامج الشيطان هكذا يضحك الشيطان على مراجع الشيعة مثلما يضحك على هذا المرجع الاحماق وهو يضحك على الشيعة هؤلاء الذين حوله هم احوان الشيطان هل انتبهتم الى كلامهم على سبيل المثال احدهم احد هؤلاء الذين من تلامذته يقول انحلل الظاهرة هذه الظاهرة انحللها يخرج كمال الحيدري ويصف احاديث اهل البيت بانها اسرائيلية ومجوسية هو يضرط من فمه تحليل الظاهرة هو هذا هذا الرجل يضرط من فمه انتم تعترضون على استعمال هذه الكلمات لا اجد كلمات غيرها وهي عظيمة المدح بالنسبة لهذا ولامثاله هذا يضرط من فمه وهذا جاي يقول له انحلل الظاهرة يعني اذا ردنا نحللها فيبدي كمال الحيدري ما ادري ما ادري انا انت روح حللها عند علماء النفس هس يقولون بابا هذا مريض فعلا مريض فانت مريض انت مريض بمرض الدودة الشيطانية انت شيطان يقول له ما ادري انا انت روح حللها هذا كمال الحيدري امامي نص الحديث الذي عرض في الفيديو يقول له ما ادري انا انت روح حللها عند علماء النفس هس يقولون بابا هذا مريض شما ادريني اي انا شنو اقول الك اقول انت دا تسألني عن شيء اقول لا اعلم احد الطلبة ماذا يقول يقول هذه معجزة الهية هي معجزة هي من جهة معجزة معجزة لان هذا الحشي كان يفترض ان يخرج من اسفل كمال الحيدري لكنه اظهره من اعلى هي المعجزة هنا هي من جهة معجزة معجزة يقول له هذه معجزة الهية شيء جاوبة كمال الحيدري او انه الهية او انه شيطانية ايش مدريني وهكذا يقول هو هذا الدليل على انها شيطانية لانها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها فيض الرحمن معلوم كيد الشيطان يخفيه الشيطان لا يستطيع ان يجعله رحمانية ولا يظهره بشكل علني انه شيطاني فان الناس ترفضه فانه يجعل كيده مخبئا ويجعل الذي يطبق عليه البرنامج الشيطاني في حالة حيرة فهو لا يدري هل ان الامر رحماني ام شيطاني وبالضبط هذه حالة كمال الحيدري هذا يقول له معجزة الهية هو جاوبه يقول له او انه الهية او انه شيطانية ايش مدريني واحد من ذهل اعوان الشيطان من طلبة كمال الحيدري يقول له هذه ما ورائيات هي صحيح ما ورائيات يعني تطلع من وراء ما ورائيات يقصد منها ما وراء الحس ما وراء الطبيعة هذه هي الما ورائيات لكنه فعلا هي ما ورائيات يعني المفروض تطلع من وراء طالع من وراء انتم ماذا تقولون هذا منطق رحماني ام منطق شيطاني كمال الحيدري ايضا حاكم شرعي ويطلق ويصدر فتاوى ويصدر اعكامه الى اخره هم هذا حاكم شرعي حقيقي هذا حاكم شيطاني من هنا قلت من ان الواقع الشيعي ليس فيه من حاكم شرعي حقيقي رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم واحد وعشرين من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري يستهزئ بامير المؤمنين يستهزئ بامير المؤمنين انا اقول الكمال الحيدري انت ما لقيت لك واحد تحكي عنه تحكي عن امير المؤمنين وبهذه الطريقة غير المؤدبة شنو سوء التوفيق هذا دروح شوف لك شغلة غير هاي الشغلة هوايا اكو شغلات احسن من شغلتك هذه ما اريد اقول بس اكو هوايا شغلات الان بعض العمائم الاسلامية في العراق قاموا ويشتغلونها يحمونها ويدافعون عنها اكو شغلات موجودة موجودة من الكرادة وغير الكرادة تابعة للأعزاب الاسلامية التي تتبنى الاسلام الاصيل طيب الله احظكم احظ اسلامكم احظ دينكم يا غبران اعرضوا لنا هذه الوثيقة بالنسبة ليهم بلا اشكال مقدمة لا شك فيها وليهذا امير مؤمن من بابا براحة الناس انا اقل انا اقل كذا انا هم مدينة الان والله يوم يا انزرة مثلا حالا خايف على صحيح معظم شاني خاف على الصحيح ما يأكلش انت خافصينك ثم انا اقل انت بابا مرة زينب جابتها غوز يابس حليب وقته انزرة حالا تتذبت كل حياة ههه كون حياة اذا اخوها يشكل عشان مريض ليه فقط رجاءً أعيدوا بث الوثيق ترجمة نانسي قنقر 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 ماذا تقولون أنتم هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان هو وصل إلى طريق الضلال في علاقته مع صاحب الزمان ولكن هؤلاء هم مراجعكم ترجمة نانسي قنقر 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 الميزان ترجمة نانسي قنقر 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 قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوفه أكو عندنا هيتشراي ولو رأي مخرف أرد أشوفها الرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا أفرض تفسير السيد الطباء طبائي مثلا تفسير الكاشف أفرض من التفاشير المحدثة تفاشير الأخ مريت بما تيسر عندي من التفاشير أبدا الله وكيلك ولا إلى أثر الإحجاية بالمرة منين بحث في أحد البرامج ربما جئت بما يقرب من عشرين مصدر من مصادرنا المهمة فيها هذه الروايات لكن هؤلاء للذين ذكرهم يفقهون الروايات ويحفظونها ولا هو والخطباء من أمثاله لأنهم جميعا غارقون في قذارات النواصب أمير المؤمنين يحذر الشيعة من هؤلاء أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة 33 رقم الحديث السادس والعشرون عن أمير المؤمنين يخاطبنا يخاطبني ويخاطبكم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم 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 وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن هؤلاء الطوسي الطبرسي في تفاسيرهم هؤلاء أعداء أحاديث أهل البيت في التفسير ولذلك لم يورد شيئا من أحاديثهم حينما رجح الوائل ما وجد شيئا من الأحاديث التفسيرية لأن التفاسير هذه قمامة قمامة ناصبية بامتياز يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هؤلاء مقلدهم ونازعوا الحق أهله نازعوا الحق أهله نازعوا صاحب الزمان فجعلوا أنفسهم أئمة بدلا عنه وقالوا نحن نوابه أما حينما يخرج لو كانوا نوابا له لماذا يقولون له ارجع فلسنا بحاجتك فهل يقول النائب للذي جعله نائبا هكذا ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين كفار ببيعة الغدير ولذا لم يطبقوها وإنما فسروا القرآن بحسب المنهج العمري لا بحسب ما أخذ علينا من المواثيق في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون عما لا يعلمون من دين العترة من حديث العترة من قرآن العترة فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أي يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هذا هو واقع الشيء هؤلاء الخوئي محمد باقر الصادر السيستاني كمال الحيدري محمد الشيرازي صادق الشيرازي البقية هؤلاء تنطبق عليهم هذه الرواية تمام الانطباق فليس أهلا أن يكونوا حكاما شرعيين هم في نظر الشيعة أنهم حكام شرعيون وما قيمة نظر الشيعة السنة الذين هم أكثر عددا من الشيعة يعتقدون أن الخليفة الأول والثاني والثالث من أنهم خلفاء حق لرسول الله فما قيمة اعتقادهم هذا أعتقد أن الصورة صارت واضحة المجموعة الممدوحة ويرمى بالتفسير في مسامعهم هؤلاء لا وجود لهم بين هؤلاء فأيه تفسير قد رمي في مسامع هؤلاء السفل من مراجع وخطباء الشيعة الضالين هذه المجموعة انتهينا من الحديث عنها حديثنا عن الشياطين هؤلاء هكذا يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وبين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هؤلاء هم ما ينطقون به هو منطق الشيطان عرضت لكم ماذا يقول الخوء وماذا يقول السستان وأتباع السستان وماذا فعل السستان بالعراق وشيعة العراق وماذا يقول كمال الحيدري وماذا يقول ألوائلي ولو بقيت مستمرا فإن الجميع دون استثناء على نفس هذا البرنامج إنهم شياطين إنهم نواب عن الشيطان فلا يصح أن يكونوا حكاما شرعي من هنا أقول للنساء التي يراجعنها أولى ولا يحصن على نتيجة شرعية منهم هؤلاء ما هم بحكام شرعيين حقيقيين بإمكان المرأة أن تذهب إلى المحاكم المدنية وأن تحصل الطلاق من هناك وتبدأ حساب عدتها من اليوم الذي تعلن المحكمة المدنية طلاقها هذا حل اضطراري قد لا يناسب المجتمع هذا أمر راجع للمرأة هي التي تقدر حالها أنا أتمنى لها أن تحصل على طلاق من هؤلاء السفلة لكن هؤلاء في بعض الأحيان يقفون في صف الزوج لكثرة أمواله لأنه من عائلة معروفة وظلم المرأة أمر يسير في مجتمعنا وفي أجواء رجال الدين ظلم المرأة أمر يسير وسهل جدا أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا كان في نية أن أتحدث عن موضوع من سفالة هؤلاء المراجع لكنني لا أجد وقتا كافيا لذكره لذا سأعرض عنه سأتحدث عنه في وقت آخر بهذا تم الكلام في جواب سؤال من سأل عن حال الزوجة إذا أرادت الطلاق لأي سبب من الأسباب وتمنع زوجها معاندا أن يطلقها بهذا تم الجواب وتم الكلام نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة تشتمل على أجوبة على أسئلة جديدة أسألكم الدعاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر